الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله في هذه الحصة المباركة أريد أن أعظم الأجر للأمة الإسلامية وللأمة الجزائرية وللشعب غردايا كله في وفاة المرأة الصالحة التقية النقية الحاجة منه الحاجة منه المدعوة منونة بنت باحمد بوسعدة تزوجت وعمرها 12 سنة وكانت نعمة الزوجة الصالحة لزوجها إبراهيم بافو نولو منحت له أرضا ليبني عليها بيته وأنجبت له سبعة من البنات وخمسة من البنين أغلبهم يحمل كتاب الله ولها أكثر من ثمانين حفيدا كله من الصالحين والحمد لله والصالحات هذه المرأة من الصالحة التي توفيت كانت لها حلقة خاصة بذكر الله تعالى والتسبيح وقراءة القرآن ومن شدة تعلق قلبها بقراءة القرآن أنها أسبوعا واحدا قبل وفاتها أوقفت بيتا كاملا على من يريد أن يتعلم كتاب الله للقرآن الكريم الصدق الجارية يقول عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها أو علما علمه فهي تركت بيتا كاملا موقوفا حبسا على تعلم كتاب الله وجعلته لكل المسلمين لا مذهب فيه وليس فيه توجه إلا القرآن الكريم رضي الله عنها وعرضاها الدكتور الأستاذ عمر بافولولو أنا أعظم لك أجرك في أمك أنا أعلم أنك كنت برا بها وصالحا معها وتخدمها بما استطعت وأنا أترحم عليها وأنا أرتدي هديتها هذه الهدية هذا الفستان أو هذا اللباس أهدتني هذه الأم وصنعته بأناملها وأهدته لي بمناسبة عرسي ياسين ابن صديقي الأستاذ الكبير أبو ربيع قزريط هذه المرأة رحمة الله عليها كان لها ثلاث شعارات أن يحب كل النساء يعرف الشعارات تعاذه الحاجة منا التي من الله بها على أهلها وعلى زوجها وأولادها وبنتها وجيرانها عندها ثلاث شعارات الشعار الأول التسامح بلا شرط متسامحة مع كل النس بلا شرط بلا شرط يعني ما تسناش أن تحسن إليها كي تحسن هي إليك لا لا هي تبدأ بالإحسن أحسنت أولا لم تحسن زيد الشعارها الثاني الاهتمام بالجار قال عليه الصلاة والسلام لا زال جبريل يوصين بالجار حتى ظننت أنه سيورثه الشعار الثالث أكل الحلال سمعت وينسى سمعت وينسى الكنوس اللي كانت عندنا وما كناش نعرفوها إمرأة شعالها ثلاث شعارات في الحياة التسامح بلا شرط الاهتمام بالجار وأكل الحلال اللهم إني أسألك وأتوجه إليك وأنت الإله العظم في عليائك اللهم ارحمها برحمتك اللهم اصطرها بسترك اللهم احفظها بحفظك اللهم اجعلها تحت عنايتك اللهم اجعل خير أيامها يوم تلقاك اللهم اجعل خير أيامها يوم تلقاك اللهم إني أسألك بدمائي الشهداء وأسألك بمداد العلماء وأسألك بسجود الساجدين وركوع الراكعين وبألسنة الزاكرين اللهم اجعلها ممن يقال لهم خذ كتابك بيمينك آمين والحمد لله رب العالمين الدكتور عمر بافولول عظم الله وأجرك ورزقكم الله الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون إذا هناك سنة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر